قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه نشأته ونبوغه ولد علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القراشي أبو الحسن في شعب بني هاشم بمكة قبل البعثة بعشر سنين وقبل الهجرة بثلاثة وعشرين عاما ووالده أبو طالب واسمه عبد مناف سيد من سادات قريش آل إليه شرف السقاية والرفادة بعد وفاة والده جد علي عبد المطلب وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم التي شاركت زوجها في تربية النبي بعد وفاة جده وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره نشأ علي في كنف النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم منه الإسلام وحسن الخلق والشجاعة تميز علي بذكائه وفطنته وكان من أوائل من أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم لقب علي بأمير المؤمنين وكرم الله وجهه وأسد الله الغالب مواقفه وإنجازاته شارك علي في جميع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أبطال المسلمين برز علي في معركة بدر حيث قاتل ببسالة وقتل العديد من المشركين كان علي حامل لواء المسلمين في معركة الخندق حيث تصدى لعمر بن عبد ودى وقتله تزوج علي من فاطمة الزهراء ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنجب منها الحسن والحسين تولى علي الخلافة بعد وفاة عثمان بن عفان واجه خلالها العديد من التحديات والفتن أسس علي مدينة الكوفة في العراق وجعلها عاصمة خلافته اهتم علي بنشر العلم والمعرفة وأنشأ العديد من المدارس تميز علي بحكمته وعدله وكان مثالا للتقوى والزهد استشهاده استشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مسجد الكوفة على يد عبد الرحمن عبد الرحمن بن ملجم عام أربعين هجرية ترك علي بن أبي طالب خلفه تراثا عظيما من العلم والفقه والأخلاق مكانته يعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه من آئمة المسلمين الأربعة وأحد المبشرين بالجنة يحتل علي بن أبي طالب مكانة مرموقة في التاريخ الإسلامي وله فضل كبير في نشر الإسلام وتعليمه يعتبر علي رمزا للعدل والشجاعة والتقوى ويبجله المسلمون في جميع أنحاء العالم ترجمة نانسي قنقر